موسيقى ياهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في هالمقطع اللي راح نستعرض فيه إن شاء الله أبرز مميزات الايو اس 11 طبعا الايو اس 11 توا نازل فرح نستعرض معاكم شنو أبرز التغييرات اللي صارت على الايو اس 11 على الايفون او الايبود رح يكون في فيديو ثاني رح نتكلم عن مميزات الايو اس 11 على جهاز الايباد ونضيش على طول ونشوف شنو المميزات الموجودة عندنا في التحديث الايفون اوكي اول شي قبل لا نبلش بأي مميزات وابديت قبل لا نسوي اي شي عن الايو اس 11 ندخل على ستنج بعدين على الايكلاود ونضغط على الايكلاود ننزل تحت رح نروح على الايكلاود باكب تشبك واي فاي وتوصله على الكهرباء وتضغط باكب ناو تنطر ليما يخلص الباكب رح يسوي لك باكب على الجهاز بعدين تسوي الابديت ليش؟ عشان تضمن ان لا سمح الله اذا صار اي مشكلة بالابديت او علق او صارت مشكلة رح يكون في عندك باكب موجود على الايكلاود تقدر تردده مرة ثانية اذا هذه الطريقة معاجبتك والايكلاود ما تبيه تقدر توصل الجهاز على الايتونز بالكمبيوتر تقدر تسوي باكب على الكمبيوتر بعدها تقدر تسوي التحديف ينصح ان انت تتأكد بالكمبيوتر ان الباكب لما تسويه فيه موجود هذا الشيك اللي هو باسورد على الباكب تكون متأكد انه ما في باسورد على الباكب عشان ما تتوهق بعدين ثانيا الفايند ماي ايفون اذا انت مشغلها وسويت الابديت لما يشتغل التليفون راح يطلب منك باسورد لايكلاود اذا انت ما تعرف باسورد لايكلاود راح يقف الجهاز وما راح يشتغل عشان لا تطحس تأكد انك يتوقفها او ان انت تعرف الباسورد ما للايكلاود قبل لا تسوي الابديت اللهم اني بلغت اللهم فاشهد والان نشوف شنو الى يديد اللي عندنا بالايو اس 11 طبعا بدايتا خلونا نشوف اول ما تفتح الجهاز راح تكون بهالصورة سلايد من اليمين نفس الايو اس 10 راح يطلع لك القائمة هذه مالة الملتي او الوجتس اللي موجودين عندك ولكن قبل عندنا اننا تسحب من فوق عشان يطلع لك الناتفكيشن ولكن حاليا من نص الشاشة بنجرد ان انت ترفع علي فوق يا حبيبي ترفع علي فوق راح يطلع لك الناتفكيشن اللي موجودين على حسب اليوم مثل ما احنا شايفين تقدر تضغط على الاكس كلير راح يمسح لك مال الايام اللي فاتت تقدر تتعامل مع الناتفكيشن مثلا اذا سحبت من اليمين ممكن ان انت تشوفها او ان انت تشيلها واذا سحبت من اليسار ممكن ان انت تفتحها عن طريق من الناتفكيشن على طول ويدخلك على البرنامج نفسه في عندنا الحين خلونا نشوف التغييرات اللي صارت على النظام من داخل بداية خلونا نشوف الدك من تحت راح نلاحظ انه ما في اسماء موجودة من تحت ان شاء الله للأسامي بالفون لما ندخل الحين راح نلقى ان الارقام صارت اكبر مجرد ان انت تضغط وتخزن رقم ما في عندك المسح من هنا والاضافة من هنا راح يكون في عندك الكلمة كبيرة او اضافة رقم تضغط عليها عشان تسوي جهة اتصال يديده او ان انت تخزن الرقم على جهة اتصال موجودة عندك ايضا في عندنا المسح صار تحت صار وايد ارتب من الشكل اللي فات ثانيا عندنا المسجات المسجات صارت وايد انظف وايد احلى مثل ما احنا شايفين الحين وفي عندنا تحت الوجت او الاضافات الاستيكرز اللي موجودين صارت تحت موجودة الحين ممكن ان انت تختار من الاستيكرات هذي اللي موجودة عندك وترسلها هالصورة في عندك ايضا ميزة حلوة ان انت لما تكتب المسج تقدر تضغط بالثري دي تتش في عندنا اضافات يديدة بالسكرين هذي مثل ما احنا شايفين وفي عندنا الشغلة الثانية هالي اللي هي السبوتلايت هذي اسمها ايكو وهذي السبوتلايت الباجي مثل ما هما ما تغيروا من الاي او اس 10 كذلك الحين في عندنا اضافة حلوة موجودة على الكيبورد وهذا الشي كنت اتمنى من زمان واخيرا انضاف وهو لما تضغط على الكرة او هذه الدائرة الكوكب في عندك اختيارات يديدة تقدر تدخل عليها ففي عندك الحين ممكن ان انت تختار الكيبورد ان يكون يمين فتقدر تستخدمه بايد واحدة بايدك اليمين وتضغط على اليسار فتقدر ان انت تستخدم الكيبورد بايد واحدة بدال ما تستخدم بايدك الثنتين فاضافة هذي وايد حلوة موجودة حاليا بس ان انت تضغط الكرة وتختار تبي اذا تستخدم بايدك اليمين او اليسار طبعا الكيبورد سيتنجز اللحين موجودة من هنا مجرد ان انت تختارها راح يدخلك على طول على الكيبورد سيتنجز وتقدر من خلال الخيار هذا one hand keyboard او استخدام الكيبورد بايد واحدة تقدر تحدد استخدام الكيبورد بايد واحدة بشكل دائم او ان انت تطفيها وتقدر تختارها على حسب وقت استخدامك فهذه الميزة وايد حلوة انضافت على الكيبورد بالاضافة الى تغيير الاحرف باللغة العربية العربية مثل ما احنا شايفين اتوقع الخط المستخدم وهو خط دبيل يديد فهذا راح يكون شكله بالاي او اس خلونا لكن نشوف النوت لو بنلاحظ راح نشوف ان فيه تغييرات كبيرة صارت على النوت هذا شكل الخط العربي بالنوت والاضافات اللي موجودة فيه كذلك في عندنا اضافات ثانية حاليا ممكن ان انت تحط جداول ممكن ان انت تسوي ماركب وتكتب وتخطط هذا كله موجود على النوت فاضافات كثيرة صارت على النوت كأنك قاعد تستخدم برنامج بيجز او الورد مايكروسوفت وورد حاليا صار كله بالنوت فاضافات وايد حلوة انضافت على النوت كذلك ممكن ان انت من خلال النوت نفسها تقدر اذا تحبت لليمين تقدر ان انت تكفل النوت او تنقلها او تحذفها اذا خليتها او خذيتها من اليمين ممكن ان انت تحطها بند او تشيل البند مثل ما احنا شايفين فضل عندك فضل بشكل دائم كذلك من التغييرات اللي تمت عندنا على السفاري تقريبا صار كأنك تسوي في الاي او اس وهذا شي وايد وايد في عندنا مثلا الحين خلونا ندخل على هذا الموقع مثلا اذا دخلنا على هذا الموقع راح نلاحظ ان في عندنا تغييرات بسيطة صارت على طريقة العرض وطريقة قراءة المواقع فمثلا اذا ضغطنا على هذه راح نشوف انه راح يصير في عندنا هذا وضع القراءة واذا ضغطنا هنا ممكن ان انت تختار الشكل للقراءة ونوع الخط اللي انت تريد تقرأ فيه بالاضافة اذا ضغطت على شير راح يكون في عندنا الحين اذا تريد تحفظ الويب سايت هذا تقدر تحفظه ان يكون بيدي اف فمجرد ان انت تضغط بيدي اف يصير عندك ملف بيدي اف وتقدر تحدد وتعدل وتحط اللي انت تبيه زائد ان انت ممكن ان تحفظه في الفايلز او كذلك ان انت تسوي الى شير مع الجهات الاتصال اللي عندك او باحد البرامج اللي انت تستخدمه فميزة وايد حلوة اذا انت كنت بتشارك المواقع مثل ما احنا شايفين ان تاخذها كم بيدي اف ميزة ايضا وايد حلوة للمشاركة اذا كنت من الناس اللي تحب تاخذ سكرينشوت سوال فاذا الحين خذينا سكرينشوت راح نلاحظ ان الاسكرينشوت راح تصير عندنا تحت اذا خذينا سكرينشوت ثاني راح يصيرون عندنا تحت خذينا سكرينشوت ثالث وتقدر تاخذ عدد مثل ما انت تبيه اتوقع يمكن 15 و 20 مجرد ان انت تضغط عليهم تقدر ان انت تعدل عليهم او تحدد اللي انت تبيه الحلو في ان انت تقدر على طول تضغط المشاركة وتشاركهم بشكل سريع على الاردروب او باحد برامج التطبيقات اللي انت تبي تشارك فيها بدلا تاخد سكرينشوت وتيشعر الصور وطلع الصورة من السكرينشوت وتحولها مجرد ان انت تاخد سكرينشوت راح ينزل عندك تحت راح تبقى تقريبا خلال 5 ثواني تقدر تضغط عليها تعدل اللي انت تبيه او ان انت تشاركها خلونا نشوف الحين التغييرات اللي تمت على الاعدادات الاعدادات الحين مثل ما احنا شايفين راح يكون في عندنا بالسللر او الخلوي راح يكون في عندنا كوز اون اثر ديفايس ما لا داعة تدخل على الفون راح تكون موجودة هني فممكن ان انت اذا عندك اجهزة ثانية تستخدم عليها نفس حساب الايكلاود ممكن ان انت تفعلها وتبعد ما تشغل هذه راح تقدر تستقبل المكالمات على الاجهزة الثانية اذا كنت شابك على الواي فاي سواء كان على الماك سواء كان على الجهاز ايفون ثاني او الايباد تقدر تستلب المكالمات على الاجهزة في عندك ايضا هني خدمات المشغل او مزود الخدمة الارقام المهمة اللي موجودة عندهم يختلف على حسب الشركة اللي انت تستخدمها كذلك في عندنا بالنوتيفكيشن او التنبيهات راح يكون في عندنا اظهار المساجات او الرسائل فالحين ممكن ان انت تختار دائما يظهر لك الرسائل اللي توصل لك التنبيهات او لما يكون الجهاز مسكر بس تطلع لك الرسالة او ان ما يظهر لك رسائل نهائيا فمجرد ان انت توصل لك رسالة اذا اخترت نظر او نهائيا راح يطلع لك رسالة بالواتساب ما راح يطلع لك نص الرسالة نفسه فتقدر تختارها من هنا عشان يكون على كل البرامج او انت تقدر تختار على حسب البرنامج نفسه تدخل عليه راح يكون في عندك تحت هني شوب ريفيو تقدر تختار على حسب البرنامج كل واحد بروحه في عندنا شغلة ثانية بالكنترول سنتر طبعا الكنترول سنتر الحين ما راح تكلم عننا راح أخلي باع شوي خلونا نتكلم على دونات دسترب راح يكون في عندنا ميزة يديدة بعدم الازعاج اللي هي عدم الازعاج أثناء القيادة فلما تكون قاعد تسوبي السيارة راح يطلع لك هذه الرسالة You will not receive notification while you are driving ممكن تحدد رسالة نصية توصل حق أي شخص يرسلك رسالة أو يتصل يدزل رسالة إن أنا قاعد أسوب حاليا ما أقدر أرد عليك لما أرد عليك فهذه وايد ميزة حلوة حق الناس لما يسوقون سيارة وخاصة حق البنات عشان إحنا ما نموت فأتمنى أنكم تشغلون هذه طبعا الميزة هذه تقدر تفعلها أوتوماتيكيا أو إذا كنت شابك على البلوتوث في السيارة مجرد أن يشبك على البلوتوث في السيارة تتفعل على طول أو أن تتحددها يدويا أن تشغلها وقت ما أنت تبي ندخل على الأشياء الثانية ففي عندنا الوالبابر فيه والبابرز يدد مثل ما إحنا شايفين رجعوا الوالبابر القدم هذه مالك 3G ولكن أضافوا والبابرز يدد مثل ما إحنا شايفين هذه بالوالبابر في عندنا بالنسبة حق سيري والسيرجة الحين صارت لها قسم خاص بها والحلو أيضا أن أنت ممكن تختار لغات ثانية لاستخدام سيري بدون ما أنك تغير لغة الجهاز فقبل عشان تستخدم سيري بالعربي لازم تحط لغة الجهاز بالعربي ولكن حاليا تقدر تستخدم سيري بالعربي ولغة الجهاز بالإنجليزي فمثلا إذا قلنا يا سيري ما هو وابع الطقس اليوم طبعا أنا أعتقد أن سيري حاليا قاعدة تتسبح فعشان شذي يعني مراضي أتجاوب علينا فممكن نرجع لها في وقت ثاني يعني عشان نشوف أو أن تعطينا الإجابة يرحم أمك يعني ما يجوز اللي أنت قاعد تسوينا أنا بي نخلص الفيديو ما زلت أفكر فكري ما فكري المهم شغلة إضافية انضافت على سيري وهي ممكن أن أنت الحين تكتب بدال لأن أنت تقول فممكن أن أنت الحين تكتب سؤالك وممكن أن تجاوب علي سيري ولكنها لا زالت تفكر في عندنا هذه الميزة الجديدة الجميلة جدا Emergency Save Our Soul هذه الأطوالين العمر ضغط على زر التشغيل خمس مرات راح يفعل هذه الميزة هذه الميزة حلوة ليش؟ لأنها تقفل الجهاز وتحميه طبعا في هذه سؤال حق لف بي آي و سؤال هذه بأمريكا لله الحمد إحنا ما عندنا هذه السؤال عندنا ولكن هذه الميزة حلوة أن أنت لا سمح الله صار فيك شيء في ظرف معين ظرف صحي احتجت أن أنت تتصل بشكل سريع على شخص معين تقدر أن أنت تضغط على هذه وتضغط الميزة تضغط رغم شخص بسرعة زوجتك ولدك عيالك اللي هو تضغطهم هنا مجرد أن أنت تفعل هذه الخدمة أوتوكول مجرد إذا شغلتها شلون تشتغل مجرد أن أنت تضغط زر التشغيل خمس مرات واحد، اثنين، ثلاث، أربع، خمس راح هلو راح تشتغل معك شوف أمرجنسي أس أو اس راح يتصل على طول لا 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 تدقي على هذا والله ما نخلق نسجن المهم فنرجع الحين أوتوكول لا بابا لا تدقي أوتوكول خنجن أربع خمس راح تطلع لك هذه الصورة فمجرد أن أنت تسحب ممكن يتصل على طول على واحد واحد اثنين أو أنه يتصل على شخص من الأرقام التي أنت حاطها في الميديكال آي دي عشان يتصل على طول الحلو بعد بهذه الميزة شنو؟ إذا أنت كنسلتها الحين وحطيت البصمة ما راح يشتغل لازم تحط الباسورد مهما تحط البصمة الحين ما راح يشتغل معاك الجهاز لازم تدخل الباسورد عشان يشتغل فخلونا نحط الباسورد الحين نشوف فتح معنا الجهاز الحين مجرد أن أنت تحط البصمة راح يشتغل معاك فإذا توهقت والمرأة بتصيدك على طول خمس مرات طال عمرك تطيق كنسل فهي أن أشوف والله التليفون اخترب ما يشتغل ما أدرش فيه نسيت الباسورد المهم قص عليها عشان ما تنصاد وتشوف أنت شقعد طالع بالإكسبلور طال عمرك أوكي حلو فهذه الميزة الاس او اس نحن على هذه الميزة اليديدة اكاونتان باسورد إذا أنت تدخل مواقع وايد وعندك باسوردات بأكثر من مكان وعندك أكثر من برنامج وتنساهم هذه الميزة وايد حلوة أنه بالسفاري يخزلك الباسوردات للمواقع اللي انت تدخلها فمجرد أن أنت تضغط هنا لازم تحط باسمتك عشان يوريك الباسورد لكل المواقع اللي انت تستخدمها طبعا ما راح أحدش أوريكم حسان تبقون هنا أوكي فهذه الميزة حلوة هنا حلوين حلوين في عندنا أيضا بالنوتس تقدر الحين تحدد شنو الدفولت أكاونت يكون الكلاود تقدر تدخل على النوتس وتسوي نوت يديدة أو أن أنت تكمل النوت اللي موجودة عندك طبعا فيه وايد أشياء موجودة هنا أهمها بالكاميرا هذه شيء يديد موجود عندنا اللي هو الفورمات فيه عندنا الحين HEIF والHEVC هذه كودك أو فورمات يديدة للتصوير الفيديو وتصوير الصور يحافظ لك على الجودة الصورة ولكن بأحجام قليلة فإذا أنت تبي تستخدم هذه الصياغ اليديدة للتصوير تقدر تختار high efficiency وتقدر تستخدم هذين الصياغ اليديدة most compatible أو الأكثر استخداما أو اللي هو اللي هي JPEG والH265 هذين الأثنين اللي هو المتعارف ويشتغلون على كل الأجهزة ولكن high efficiency هذه ميزة يديدة موجودة على نظام iOS 11 كذلك الحين خلونا نشوف أهم التغيير اللي صار في الآيفون وهو notification center مثل ما نحن رأينا تسحب من تحت راح يكون شكل بهذا الشكل صار صفحة واحدة مصفتين وائد ارتب وائد أحلى خيارات أكثر فعندنا الحين هنا إذا ضغط ضغط مطول إذا كان تليفونك ما يدعم 3D touch إذا 3D touch ضغط عليه راح تطلع لك هذه الخيارات فتقدر تفعل هذه الخيارات اللي موجودة عندك من هنا في عندك أيضا brightness أو سطوع الشاشة تقدر تزيد وتنزل من هنا بالإضافة night shift تقدر تشغله من خلال هذه النقطة هنا كذلك أن تطول وتقصر على الصوت من هنا تشغيل Do not disturb في الانيميشن اللي موجود على القفول وغيرها المرور سكرينينج أيضا إذا أنت مثلا تبي تسوي مرور أو أنت تعرض شاشة التليفون على الابل تيفي الفلاش لما تضغط أيضا تقدر تحدد قوة الفلاش مثل ما احنا شايفين وفي عندنا التايمر تقدر تحدد التايمر كذلك الكالكولييتر الكاميرا البطارية ما في ممكن أن تدفع البطارية لحفظ البطارية وفي عندنا تصوير الشاشة مثل ما احنا شايفين start recording تقدر تصوير الشاشة وهني ممكن أن أنت تشغل المايكروفون أو الطفي في عندنا أيضا هذه تفعيلها بالسيارة دونالد دستيرب والريموت كنترول للأفل تيفي بالإضافة إلى الساعة الميوزيك الحين في إضافات حلوة ممكن إذا أنت هنيت بتعرض أو تنقل الصوت من التليفون للسماعة أو جهاز ثاني إذا في عندك أو إذا دخلنا طبعا ضوفناها مساعة ما شفناها إذا دخلنا على الكنترول سنتر راح نلاقي أن في عندنا إضافات كثيرة موجودة نقدر أن نضيفها كالنوت والقايد وهذه الكل نضيفهم وهني ونقدر نغير أماكنهم فمجرد أن أنت تفتح راح نشوف أن في عندنا خيارات إضافية نضافة على الـ Notification Center اللي موجود عندنا كذلك في اختيار السفاري في عندنا ميزة وايد حلوة اللي هي Prevent Cross-Site Tracking اللي هي متابعة المواقع لاستخدامك للمواقع نفسها فلما تدخل مواقع مثلا تبيتسافر تبيتسوي شيء الجهاز والسفاري راح يمنع هذه المواقع أن تشوف اهتماماتك وإنت شون تدخل عشان يعرض لك الإعلانات اللي هو Cross-Site مثلا تدخل على موقع أن تدور على تذاكر سفر لما تدخل على مواقع ثاني يحط لك مثلا اختار هذا الفندق وروح من هنا وسافر هنا فهذا الشيء أو الاختيار هذا يمنع المتابعة لك هذه وايد مهمة وإضافة حلوة من أبل للجهاز لمساعدة الناس أو اللي حابين أن ما يبغل المواقع تتبع أو تشوف أو تعرف وهم شلون يستحدمون الإنترنت عندنا أيضا ميزة حلوة موجودة في تطبيق الصور إذا كنت مصور صور Live فعلى سبيل المثال هذه الصورة نصور ها Live خلونا نشيل هذا نشوف فهذه الصورة Live الحلوة الآن أنت ممكن تعدل على هذه الصورة فالطق Edit ممكن أن أن تختار فريم يديد أو شكل يديد وإنت يتوقف الصورة تقدر أن تقصر المقطع أو الطاولة تقدر أن تشيل الصوت وتخلي بالإضافة إلى أشياء يديدة ممكن أن تستخدم ها لصور Live فبجرد أن أن تصعد لفوق رح يطلعون لك اختيارات يديدة في عندك Loop رح يعرض لك صورة متحركة بشكل مستمر وفي عندنا Bounce كأن هال Bomegranate ما الإنستغرام مثل ما إحنا شايفين وفي عندنا Long Exposure رح يطلع لك كأن ك مصور تصوير Long Exposure فهذه الأشياء يديدة ضافة الأفكت موجودة على صور Live تقدرون تستخدمونها من خلال تطبيق Photos وتحت يحط لك وين مصورها وRelated صور لهذا الشيء بالنسبة لتطبيق الفوتو أيضا في عندنا تطبيق يديد اسمه Files وهو تقريب ونفس iCloud Drive ولكن الحين صار اسمه Files تقدر من خلال أن أنت تتحكم بالملفات الموجودة عندك في أكثر مكان إذا كان عندك ملفات موجودة بDropbox أو بGoogle Drive أو iCloud Drive ممكن أن أنت تتحكم فيهم من هنا فعلى سبيل المثال هذه الملفات الموجودة عندنا ممكن أن تنقلهم من مكان لمكان وطريقة النقل في حركة يديدة وائد حلوة ممكن أن أن تروح على File وتحط في مكان ثاني مثلا ما نحن تحط ه بالTags مثلا أو أن أن تختار مكان أو Drive مكان ثاني تحط في File كذلك هذه الشغلة تقدر أن أن تحط فيه شغلة حلوة إذا تحرك أكثر من تطبيق تقدر أن تختار تطبيق وتقدر تختار تطبيقات ثانية لنقلهم مرة واحدة فمثلا الآن تختار تسع تطبيقات تقدر أن تتحول لأكثر من مكان مجرد أن أن تسحد تختار أكثر من التطبيق وين ما تبي توديهم تقدر توديهم وتحط مجلد فهذه الميزة كنت ناطر أن تكون موجودة في iOS وأخيرا انضافت في iOS أيضا عندنا في السفاري طريقة عرض يديدة مثل ما نحن شايفين للفيديو فمجرد أن أن تضغط سيطلع لك هذا الشكل نحن كنت ناطر هذه الحركة أن أن تطور وتقصر لا يخرب عليك المشهد ستجد موجود عندك فوق هنا يطور ويقصر بالإضافة إلى تصغير وتكبير الشاشة سيكون موجود عندك في أقصى اليسار وحن ممكن أن تطو 15 ثانية وترجع 15 ثانية ممكن أن تشغل إذا كان في كابشن زائد إذا أن تعرض على أجهزة ثانية نفس مثلا الابل تيفي فهذه طريقة العرض للفيديوهات من خلال تطبيق السفاري خلونا نحين نشوف آخر شيء موجود عندنا والشيء هذا يمكن الكل يستغرب من طريقة استخدامه ويبي له وقت على ما يتعود عليه وهو الابستور شيء مغاير نهائيا عن الذي تعود عليه خلال العشر سنوات اللي فاتت هذا شكل الابستور اليديد سيكون في عندنا today قسم today في عندنا games والapps والupdates والsearch قسم today سيكون هذا الشكل سيعرض لك تطبيقات مثلا app of the day في عندنا game of the day بالإضافة إلى كل ما تنزل يضع لك الأيام اللي فاتت والبرامج اللي تم استعراضها في الأيام اللي فاتت طريقة العرض ستكون جدا مميزة كأنها قصة كأنها story موجود يعرض لك اللعبة يعرض لك التطبيق وكلام عنها وشنو الأشياء الحلوة اللي فيها بالإضافة إذا أنت ممكن أن أنت تشارك هذا الشيء زائد إذا دخلنا على التطبيق راح يكون هذا شكل يديد في عندنا هنا ممكن المطور يحط أكثر من فيديو بالإضافة لفي عندنا الحين هنا المعلومات نقدر نضغط ونختار ونشوف أكثر من معلومة نفس مثلا اللانجوجز ممكن نشوف التطبيق هذا أو اللعبة هذه تدعم كم لغة بالإضافة إلى التصنيف العمري لهذه اللعبة من اللي يقدر يلعبها ولا لا كذلك إذا نبي نشتري التطبيق راح يكون في عندنا طريقة يديدة للشراء مثل ما نحن شايفين راح تكون بهذه الصورة مو نفس الطريقة اللي تعودنا عليها فمجرد أنت تحط بصمتك ورح تقدر تشتري التطبيق هذا أو أنك تنزله بالنسبة لتطبيق أو قسم سيكون مخصص بالكامل للألعاب مثل ما نحن شايفين وفي عندنا نيو جيمز والألعاب اليديدة في عندنا قسم أو أكثر الألعاب طبعا الترتيب مالهم هذا بالنسبة للألعاب المدفوعة بالإضافة إلى عندنا كذلك الأبس هنا رح يكون الأقسام الثانية اللي تعودنا عليها top paid إذا رح ندخل على قسم التطبيقات رح نشوف أنه يعرض لك جميع الأقسام اللي موجود الحين بالإضافة لعندك التطبيقات اليدد كذلك أقسام هذه أتوقع تتغير من فترة لفترة top paid وال top free رح يكون مثل ما هم مثل مجرد أنت تضغط على view all رح يحط لك كل التطبيقات المدفوعة وكل التطبيقات المجانية بالإضافة إلى top category التصنيفات اللي موجودة عندك هنا ممكن تضغط see all فيحط لك كل ال categories أو التصنيفات اللي موجودة وتختار التصنيف اللي أنت تبيه وتشوف التطبيقات على حسب التصنيف فطريقة يديدة أنت تختار update لكل برنامج رح يضع لك سطرين عن update شنو فيه وفي عندك كلمة more يضغط عليها يضع إذا كان فيه إضافات وأشياء زيادة الحين إذا تسوي refresh على update مجرد أنت تسحب لتحت رح يسوي refresh على الشاشة وبالإضافة لدينا search رح تكون قسم مختص لها هذه كانت أبرز التغييرات والمميزات التي موجودة في نظام iOS 11 على جهاز الآيفون إذا رأيت أن المقطع مفيد أتمنى أنكم تنشرونه لكي يستفاد منه أكبر قدر من المستخدمين لا تنسون مثل ما قلت لكم في عندنا فيديو يسيكون أبرز المميزات الموجودة في نظام iOS 11 على جهاز الآيفاد فلا تنسون تشغلون على المقطع ويعطيكم ألف حافية على المتابعة وشكرا لمتابعتكم إلى اللقاء